موسيقى أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها صنعاء تعلن أحباط مخططات لداعش تهدف إلى تنفيذ عمليات انتحارية هل تعيد واشنطن أحياء ورقة التنظيمات الإرهابية لثاني قوى المقاومة عن إسناد غزة؟ تهران تتهم تل أبيب الوقوف وراء الهجوم على خطوط أنبيب الغاز وتؤكد إصلاح الأضرار ماذا في أبعاد الاتهام العلني؟ حياة ألاف الغزيين مهددة حتى لو توقف العدوان كيف يقتل الاحتلال سكان القطاع بالسلاح الأمراض والأوبئة؟ وأصوات فرنسية تستغل الهجمات الإرهابية على مسرح الباتاكلان لقمع متضامنين مع فلسطين أي اصطفاف للنخب الغربية بعد طفان الأقصى عودة الإرهاب عنوان يظهر ويختفي كل مدة آخر حلقاته ما كشفته الأجهزة اليمنية في صنعاء عن عملية أمنية استباقية في محافظة البيضاء أحبطت مخططات لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة وبعض المحافظات لم تتأخر صنعاء عن اتهام الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا في تحريك هذه الجماعات التكفرية بعد فشلهما في تأمين البحر الأحمر لصالح إسرائيل هي ورقة قديمة جديدة يدل تزامن الحديث عنها على ريبة ما كما جاء في حديث منصق مركز التواصل العالمي في وزارة الخارجية الأمريكية جينس روبين عن أن قادة تنظيم القاعدة ليسوا في أفغانستان بل هم موجودون في إيران تصبح للحديث دلالات أكبر إذا عطفنا النموذجين السابقين على تعالي أصوات بعض القوى في العراق بشأن الخشية من عودة داعش مع عودة المباخثات بشأن سحب قوات التحالف الدولي والتحركات الميدانية النشطة للتنظيم مؤخرا ليس بعيدا من العراق يزيد التنظيم من وطيرة هجماته في سوريا انطلاقا من البادية ومخيم الركبان القريب من قاعدة التنفل الأمريكية وكل ذلك في زمن طفان الأقصى ونصرة غزة أمام هذه المشهدية سنترح سؤالين رئيسيين أولا أي توقيت لعودة نشاطات التنظيمات التكفرية في المنطقة وثانيا هل هناك علاقة بين واشنطن وعمليات داعش بالعدوان على غزة وجبهات الإسناد؟ للحديث أكثر يسعدني أنا الصديف العقيد نجيب العنسي الخبير الأمني معنا من صنعاء أهلا وسهلا بك معنا سيادة العقيد أبدأ معك بالحديث حول هذا الكشف تحديدا في صنعاء أخبرنا ففاصيل أكثر عنه كيف تم التوصل إلى هذا الكشف وما الذي تم كشفه فيه حقيقة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله على آله ما أعلنت عنه الأجزة الأمنية من عملية لتطهير أوكار كانت تتمترس فيها داعش في مديرة القرشية محافظة البوضاء هو يأتي ضمن حرب تشنها هذه الجماعات لصالح أمريكا في بلادنا منذ بداية العدوان بالطبع لم تتم هذه العملية إلا بعد مرحلة طويلة من التتبأ والترصد كانت الأجزة الأمنية قد طهرت محافظة البوضاء تماما من هذه العناصر التي كانت تشارك في العدوان وتستهدف أبناء المنطقة هم حاولوا الآن العودة والتسلل إلى المنطقة التي كانت لهم فيها معسكرات ويعلمون جيدا تفاصيلها وبإمكانهم أن يتحركوا لأن ربما لديهم خلايا نائمة في تلك المنطقة الآن أمريكا قامت بتنشيطهم من جديد لتنفيذ عملية اقتهال ردا على موقف اليمن من القضية الفلسطينية ما يحدث في غزة تمكنت الأجزة الأمنية بتوفيق الله من مهاجمتهم وتنظيف المنطقة منهم قتل منهم عدد وأسر عدد أيضا وستكشف الأجزة الأمنية خلال ما القادمة التفاصيل إن شاء الله طيب لماذا تم توجيه الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لماذا تم توجيه الاتهام لأمريكا وبريطانيا أولا لأنهما طرف في المعركة التي تدور الآن في فلسطين هم الدائم الإسرائيل هم الممول وهم من جاء الاعتداء على اليمن وأمريكا بطبيعتها تستخدم هذه الجماعات في كل حروبها نجدها تنشط إلى جانب الجيش الأمريكي في كل حروبها ودائما تقوم بأهدافها وتنفذ أهدافها الإجرامية في البلدان المعادلة لأمريكا لدى الاستخبارات اليمنية جهاز الأمن المخابرات ولدى الأجزاء الأمنية معلومات مؤكدة ثانيا هي ليست المرة الأولى التي تقوم أمريكا بالإعاز وتوجيه هذه الجماعات لتنفيذ عمليات في بلادنا منذ اليوم الأول للعدوان منذ تسع سنوات وهذه الجماعات تنشط تنفذ عملياتها باستمرار وقد كشفت الأجزاء الأمنية في أكثر من مرة عن وجود عناصر مدعومة من أمريكا مباشرة خلال ثمانية أعوام من العدوان عندما أعلنت وزارة الداخلية عن الإجزاء الأمنية في مارس العام المنصرم أعلنت عن إفشال 347 عملية انتحارية للأناصر التكفيرية أيضا منذ بداية الحرب إلى الآن فقكت أكثر من ثلاثة آلاف ومائتين عبوة ناسفة كانت قد أعدت لتنفجر في الناس في أماكن عامة وأمام أساة حكومية وفي أسواق الحرب مستمرة ما الذي كشفته والتحقيقات في العملية الأخيرة ما الذي تم كشفه من خلال التحقيقات يعني بعد كشف هذه الخلايا وهذه العناصر الأجزاء الأمنية أعلنت بأن لديها معلومات مؤكدة بأن هذه العناصر كانت تلقى توجيهات من الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر هذا أولا ثانيا كشفت من خلال ومن خلال اعترافاتهم التي ربما ستبثها الأجزاء الأمنية قريبا أنها كانت قد وجهت بتنفيذ عدد من الاغتيالات في العاصمة صنعاء وأيضا في المنطقة في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء كانت ستستهزف شخصيات معادية لهذه العناصر لأنها استوطنت المديرية لفترة طويلة بل كان لها معسكر كبير وهناك من الشرفاء من المشائخ وأبناء المنطقة من واجههم وساند الأجزاء الأمنية والجيش لدحرهم ولذلك أردت اقتيل الشخصيات المؤثرة التي تقف ضد مشاريعهم في المحافظة هذا ما كشفت عنه الأجزاء الأمنية في أسماء محددة في أسماء محددة لمن كان سيتم استهدافها من شخصيات معينة لم تكشف الأجزاء الأمنية عن الأسماء وغالبا لا تكشف هذه المعلومات برأيك لماذا الآن تحرك من جديد؟ أصلا كانت موجودة باليمن داعش أخبرنا ما الذي يختلف هذه المرة إن كان بنشاطها أم بوجودها أم بتزايد نشاطها ما الذي يختلف هذه المرة حتى في التوقيت؟ لماذا تعيد وتحرك الآن هذه القوى الغربية داعش في هذا التوقيت بالذات؟ صار من المعلوم لدى الجميع بأن هذه التنظيمات تتبع الولايات المتحدة تحدث حتى قاد أم بيكيون عن أنهم هم من أنشأوا داعش وهم من أنشأوا القاعدة هذا معلوم في بلادنا كان الأمر جليا بشكل أكبر أعلنت هذه التنظيمات بنفسها في 2015 أمير ما يسمى التنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن أنه يشارك في 11 جبهة كنات البي بي سي في 2016 جاءت بتقرير عن تواجد معسكرات القاعدة في تقاتل إلى جانب المرتزقة كشف الجيش في 2021 عندما قام بعملية تطهير لأكبر معسكر في الشرق الأوصل لتنظيم داعش والقاعدة في 2021 في مديرية الصومعة كشف أسلحة وعلن عن أسلحة أمريكية بل موامات طبية ومستشفى ميداني وأموال ووثائق تدل على ارتباط مباشرة بالاستخبارات الأمريكية والبريطانية وتدار عبر الاستخبارات السعودية هي متواجدة وتنشط منذ بداية العدوان تحدثنا عن عادة العبوات الناسفة التي تم إبطالها وعن عادة العناصر أكثر من 1050 عنصر تم ضبطه كانوا يقاتلون هم أعلنوا أيضا أنهم متواجدون في 11 جبهة بل أن هناك حصية تقول أنه بين كل ألف مرتزق بينهم ما يزيد عن المئة من هذه التنظيمات لهم معسكرات معلنة وكبيرة في الساحل الغربي تقاتل إلى جانب المرتزقة هم نشطين لكنهم خفتوا في الفترة الأخيرة والسؤال هنا لماذا نشطوا مرة أخرى بالطبع داعش تنشط عندما توجهها أمريكا ولذلك كان لها نشاط على نمطين نشاط ميداني ونشاط أرادت أن يكون له صدى دعائي بعد عملية طوفان الأكسى مباشرة نفذت بأسبوع استهداف لجندي في إحدى الدول الأوروبية لتصرف الأنظار عن ما يحدث في فلسطين ولتؤكد الدعاية الإسرائيلية والأمريكية بأن حركة حماس وحزب الله وحركة أنصار الله ما هم إلا منظمات كداعش لكنها فشلت في هذا الأمر حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة أكبر من أن تغطى بمثل هذه العملية هذا من الجانب الدعائي أما الجانب الميداني فنعلم جيدا بأنها كانت لم تكن تحرك ساكنا وفجأة نفذت عمليات في سوريا بالطبع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل جعل لمحور المقاومة موقف ميداني سنتحدث عن هذا الموضوع على صعيد المحور ربما بشكل أكبر سيادة العقيد لكن أتحدث عن اليمن تحديدا اليوم بتحريك هذه الورقة الأمريكي والبريطاني هو يعني يعتقد برأيك أنه قادر على أن يشل قدرات اليمن وتشتيت قوته لمحاربة هذه الجماعات في الداخل وبالتالي يعني لا يعود يعطي كما يجب أن يعطي في جبهة إسناده لغزة ماذا تقولون أو تردون يعني إن كان هذا ما يعتقد الأمريكي والبريطاني هذا هو حد أهدافهم بشكل مؤكد أرادوا تشتيت انتباه الدولة وكذلك الشعب بشكل عام عما يحدث في غزة وأن تلتهي فلا تقوم بدورها في مساندة المجاهدين في فلسطين أرادت أن تشغل الحكومة اليمنية بالتفجيرات وبالاغتيالات كما فعلت أيضا في إيران عندما التفجيرين المتزامنين قتل مجموعة يعني كانوا في ذكرى الشهاد قاسم سليماني وأكثر من مئة شهيد وفعلت أيضا باستهداف 20 جندي أو 30 جندي في سوريا هذه تزامنت مباشرة بعد طفان الأقصى أرادت أن تنفذ حربها أولا هي لا تريد أن تشتت المعركة في المنطقة كلها فأرادت أن تقوم أيادها داعش والقاعدة بتنفيذ العمليات في هذه البلدان عمليات الاغتيال ما حدث في إيران مثلا هو حدث بعد أسبوع واحد من اغتيال العروري وبعد يوم واحد من اغتيال العروري وبعد أسبوع من استهداف الجنود في سوريا يعني هناك تنظيم هناك تناغم وهناك تكامل بين إسرائيل وبين هذه المنظمة بل إنها أعلنت أن حركة حماس خارجة عن الإسلام داعش أعلنت في بيان أنها خارجة عن الإسلام ويجب جهادها بل وأيدت الدعاية الإسرائيلية بأن حماس قامت بطبيع أطفال دورها معروف وتنشيطها يعطيها أوامر بتنفيذ عمليات في هذا الوقت أصبح يعني أمر معروف بأنه ضمن المعركة التي تديرها أمريكا وتنفذها إسرائيل بل وتنفذها أيضا أمريكا وبريطانيا طيب أبقى معنا سيادة العقيد سنتابع هذا العرض وأعود إليك كان لافتا صمت التنظيمات المتشددة منذ عملية طفان الأقصى وحين أعلنت عن عمليات نصرة لغزة كانت أهدافها المدنيين في دول المنطقة سنتابع خريطة هجمات داعش وتحركات التنظيم في الآونة الأخيرة في المنطقة أكثر الهجمات الدموية كان مطلع العام الحالي حين تبنى داعش هزومين انتحاريين استهدفا الحشود التي تحيي ذكر استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران نحو 85 شخصا استشهدوا أصيب المئات في الهجوم التي وقع في محافظة كرمان جنوب شرق إيران في الثالث من كانون الثاني يناير الماضي في سوريا كثف تنظيم داعش عملياته مع مطلع العام الحالي في الأسبوع الماضي استشهد تسعة جنود سوريين وجرح ثلاثة نتيجة هجوم لداعش على فكنة للجيش قرب بلدة السخنة في البادية في ريف حمص الشرقي سبق هذا الهجوم استهداف حافلة نقل عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي ما أسفر عن استشهاد 14 عسكريا وإصابة آخرين بجراح في التاسع من الشهر الماضي في العراق منذ بدء الحديث عن عودة مباحثات سحب قوات التحالف سجل نشاط بارز للتنظيم كما تقوم القوات الأمنية العراقية بضربات استباقية وكماء واعتقالات لرجمه في العاصمة بغداد إلى محافظة الأنبار وكركوك وديالا وغيرها إضافة إلى العراق وسوريا وإيران أعلن تنظيم داعش في مطلع العام الحالي تنفيذ 110 عمليات راح ضحيتها أكثر من 600 شخص نفذ معظمها في دول أفريقية مثل الكاميرون، نيجيريا، النيجر، مالي، الكونغو وموزنبيق ويتسع نفوذ التنظيم في أفريقيا ولسيما في مناطق الساحل وجنوب الصحراء الكبرى أعود إليك سيادة العقيد إذن ما جاء في بيان هذه الجماعات أنها تقوم بهذه العمليات نصرة لغزة وبالإضافة طبعا دعت إلى عمليات في فلسطين المحتلة لكن لم نشهد إلا في إيران وسوريا والعراق وكما قلنا بعض الدول الأفريقية إلا أنه لم نشهد أي عمليات لهذه التنظيمات في فلسطين المحتلة نعم، ولن نشهد أي عملية لها هل سمع أحد بأن داعش والقاعد استهدفت إسرائيلي أو سفارة إسرائيلية أو مساح إسرائيلي؟ يستحيل هذا لأنهم جنود لأمريكا من كان يقاتل من كان يقاتل خلال هذه السنوات سوريا؟ من كان يقاتل الجيش السوري؟ هذه الجماعات وهي على بعد مرمى حجر كما يقال من إسرائيل لماذا لا توجه قذائفها باتجاه إسرائيل؟ لماذا ذهبت لاستهداف الزوار ضريح الشهيد قاسم سلماني؟ وكانت إسرائيل أقرب لها الأمريكان تحدثوا وزارة الخارج الأمريكية تحدثت أنها تحتجز بما يقارب عشر ألف في أحد معسكراتها في المنطقة من هذه التنظيمات وقد حان دورهم لماذا تحتجزهم؟ طبعا هو معسكر ومعسكر تدريب مجهز وهي تطلقهم ككلاب بوريسية متى ما شاءت لتنفيذ عملياتها شاركت أمريكا عبر أدواتها في المنطقة في الحرب مباشرة لدعم هذه الجماعات في 11 سبتمبر 2021 عندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية لتطهير محافظة البيضاء منطقة 100 كيلومتر مربع كانوا يتواجدون فيها ساندتهم طائرات التحالف وطبعا هذه الطائرات تدار إلا بخبراء أمريكيين وبأسلحة أمريكية ساندتهم بـ 484 غارة ساندت هذه الجماعات ومعلوم بأن هذه الجماعات هي جماعات داعش وجماعات القاعدة ممدتهم بالأسلحة كان هناك خط مفتوح إلى محافظة مأرب المرتزقة في مأرب لإمدادهم بالدعم الوجستي وأيضا بالأسلحة الأمر معروف هي من تقاتل كل مكان أو في كل الدنيا هذه عندما تثير أمريكا حربا أو بريطانيا تنشط الداعش والقاعدة لمساندتها سيادة العقيد اليوم لدى محور المقاومة مهمة وهي إسناد كل جبهاته لدعم غزة وإسناد غزة لنصرة غزة لكن أيضا يحاك له ورقة هذه التنظيمات كيف اليوم يعمل محور المقاومة وأنتم منهم كيف وضعتم أو تم وضع هذه الخطط في محور المقاومة للقتال على جبهتين جبهة دعم غزة وأسناد غزة وجبهة مقاتلة هذه الجماعات التكفيرية اللي يبدو أنها ستنشط أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة كما هو ملاحظ في خطة جاهزة لهذا الموضوع محور المقاومة لم يتوقف يوما عن مواجهة هذه الجماعات وهي كانت تنفذ عملياتها منذ فترات وسنوات طويلة كان الجيش السوري يحاربها كان حزب الله يواجهها كانت اليمن تحاربها كمعسكرات وكخلايا تشارك في العدوان فالحرب هي متصلة ليست الآن وإنما لابد أو من المؤكد بأن لدى دول المحور لأن خطة مشتركة تبادل معلومات لمواجهة هذه العناصر لكشف مخططاتها بما أن المعركة واحدة ولا يتحرك أحد في المحور إلا بتنسيق فلابد أن هناك تنسيق لأن هؤلاء هم جزء من المعركة هم ينفذون مخططات أمريكية كأدوات لها جنود للأمريكان والإسرائيل وبالتالي مواجهتهم بما أن المعركة مشتركة لا بد أن تكون المواجهة مشتركة من المؤكد أنه لا يمكن أن تكون دون المحور مغافلة عن هذا الأمر كل شكر لك سيادة العقيد ناجيب العنسي الخبير الأمني كنت معنا من صنعاء اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم على خطوط إمدادات الغاز الأسبوع الماضي وقال أن الهجوم لم يتمكن إلا من إتلاف عدد قليل من فروع الأنابيب وأكد أنه جرى إصلاح خطوط إمدادات الغاز بسرعة جرى ترميم خطوط الغاز التي تضررت بسبب العملية التخريبية التي تقف خلفها إسرائيل الغاصبة ولم يحدث أي انقطاع في إمدادات الغاز في البلاد وعمليا الفرق التقنية قامت بتقليل الأضرار وحصرها بعدد من الأنابيب وإحباط مخطط الأعداء الحديث أكثر ينم إلينا من تهرام وراصل الميادين سياوش فلح بور سياوش أهلا وسهلا بك معنا بداية ماذا يعني هذا الاتهام العلني لإسرائيل وبالتالي ما الذي سيترتب عليه تحياتي لكم يجب أن نتذكر بداية أن السلطات الإيرانية وزارة النفط الإيرانية وكل الأجهزة المعنية في هذا الإطار منذ البداية أكدت أن هناك خلفيات أمنية للحدث السلطات المعنية بعد مجرد ساعات من هذه العملية التي الآن نعرف أنها كانت عملية أكدت بأنه لم يكن حدثا عاديا هناك خلفيات أمنية للحدث وبالتحديد السلطات الإيرانية وصفته بأنه عمل تخريبي وزير النفط الإيراني جباد أوجي يوم 15 فبراير أكد في أول تصريح له عقب هذه الحادثة بأننا كنا نتوقع هدوث مثل هذه الأعمال في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة وكذلك ذكرى الثورة الإسرائمية التأييد الذي جرى اليوم على لسان وزير النفط الإيراني جباد أوجي هو يعني بأن إسرائيل تقف خلف هذه العملية يعني هذه العملية تأتي في إطار حرب الظل التي تجري أو المعارك الأمنية الضائرة بين تهران وتل أبيب منذ أمد بعيد ولكنها اشتدت خلال السنوات الأخيرة تأتي في هذا الإطار وبالدرجة الثانية سيعني أن سيكون هناك رد إيراني على هذه الأملية لما إيران تعلن مسؤولية إسرائيل عن ما جرى خلال هذه الحادثة فيعني إيران ستحتفظ بحق الرد في الأطر الزمانية والمكانية التي تختارهما فهذه القضية مهمة للقاية عندما ننظر إلى قدرات إيران للرد على مثل هذه العمال خاصة بالنظر إلى قدراتها في مجال الحرب السيبرانية إيران أثبت لعدة مرات أنها قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي وعمق عراضي فلسطين المحتلة نتحدث أن البنى التحتية المتعلقة بشبكات المياه محطات الكهرباء وإلى ما هناك فبالتالي إعلان إيران مسؤولية إسرائيل عن هذه الحادثة بشكل رسمي وكذلك تأكيد أن سيكون ردا موجعا بالنظر إلى قدرات إيران في هذه المجالات خاصة في مجال الحرب السيبرانية والقدرات السيبرانية المتطورة جدا عند الإيرانيين فهذا يعني دخول المواجهة بين إيران وإسرائيل حرب الزل الدائرة بينهما إلى مرحلة جديدة وإلى مصطوى جديد وعن هذه المرحلة أود أن أسألك أكثر يعني تحديدا معالمة مع هذا الاتهام المباشر مع هذه الرسالة المباشرة بأن الرد سيكون موجع وهذا الانتقال يعني بدرجة بهذه الحرب حرب الزل بين إسرائيل وإيران نحن بأي مستوى وإلى أين تتجهى الأمور يمكن عتبار هذه العملية الإسرائيلية لأن تقرير نيويك تايمز بعد يومين من هذه الحادثة أكد وأشار إلى دور إسرائيلي وكذلك وسائل العلام الإسرائيلية الحسابات التابعة لهم في شبكات التواصل الإسلامي لسيما تويتر كلها كانت مؤشرات تشير إلى وقوف إسرائيل خلف هذه العملية وكما أكد منذ بداية حديث أن السلطات الإيرانية كمان منذ حدوث هذه العملية في الأراضي الإيرانية أكدت أن هناك أبعاد أمنية لهذه الحادثة يمكن قراءة هذه العملية الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية بأنه ربما رسالة لإيران بأن استمرار دعمكم للمقامة سيكلفكم كثيرا وأن هناك إجراءات أمنية بإمكان إسرائيل أن تتخذها في حال استمرت إيران في دعمها للمقامة الفلسطينية بالطالي لم يكن هناك أي تكتم إيراني لم يكن هناك أي إخفاء إيراني لهذه القضية إيران أكدت بصراحة أنه حدث أمني واليوم أعلنت وكشفت بأن إسرائيل تقف براء هذه العملية يعني إيران تستقبل يعني إيران لا تخشى يعني إيران جاهزة للدخول إلى مستوى جديد من المواجهة والرد الإيراني قادم لا محالة بأن استهداف المنشآت المتعلقة البنى التحدي نتحدث المنشآت التي يمكن الوصول إليها عبر العمليات الأمنية عبر الحرب السيبرانية إيران ماضية في هذا الطريق إيران لا تتراجع أمام هذه الرصائل التهديدية الاستفسادية التي تأتي من جانب إسرائيل فبالتالي يعني أزدهاب نحو مرحلة جديدة من المواجهة في إطار حرب الظل التي كانت دائرة بين الطرفين منذ سنوات ولكنها اشتدت خلال الآونة الأخيرة لا سيما بعدما لحمت تفان الأقصى طائد إيران الرسمي لهذه العملية واستمرار دعم إيران لكل قواعد المقامة في كافة أنحاء المنطقة التي تحاصر إسرائيل والتي تتزايد دقوطها على إسرائيل يوما بعد يوم وتدفع إسرائيل إلى القبول بشروط المقامة وتجعل إسرائيل مصطرة للقبول بشروط المقامة في أي صفقة قادمة محتملة إذا ما ردنا الحديث سياوش عن جاهزية إيران يعني في تلقي هذه الرسائل الإسرائيلية التي ترسل إيران أو إسرائيل عفوا بالتهديدات الأمنية فعلا أنه أمر مهم جدا بالنظر إلى جاهزية فرق الإمداد الإيرانية والفرق المدنية وكذلك مجموعة طابقة الوزارة النفط الإيرانية إلى جانب وزارة الأمن الإيرانية وكافة الأجهزة الأمنية الإيرانية وزير النفط الإيراني كما أشارت أكد في أول تصريح له عقب هذه الحادثة في الرابع عشر من فبرايل في الصاعات الصبح بأننا كنا نتوقع حدوث هذه العملية فبالتالي كل الأجهزة المعنية كانت جاهزة جدا لمواجهة هذه العمال وإحبات هذه العمال بالتالي قراءة سريعة على وسائل العلام الإسرائيلية والخبراء الإسرائيليين تظهر لنا بأنهم كانوا يتبقعون أضرار أكبر بكثير من اللي رأيناها خلال الأيام الماضية سواء من ناحية قطع إمدادات القاز إلى محافظات كبيرة نتحدث المحافظات كيرمنشا كردستان خوزستان محافظات مكتزب الملايين من السكان الإيرانيين تضم تقريبا نحو أربعة ملايين من الإيرانيين وكذلك من ناحية توقف إمدادات الغاز وتدفق الغاز إلى المنشآت الصناعية لأن هناك مناطق صناعية بالقرب من هذه المنطقة التي تم استهدافها والمنطقة التي يمر عبرها خط أنبيب القاز الإيراني الرئيسي الذي يربط جنوب إيران بشمالها جاهزية إيران لهذه الحادثة استعداد الأجهزة الأمنية إلى جانب الفرق المدنية هذه الأمور أحبتت المخطط الإسرائيلي وعمليا توقف تدفق الغاز لم يتحقق سوى لبعض القرى نتحدث وفق المعلومات الرسية عن قريتين وثلاث قرى محاضية للمنطقة التي تم استهدافها وذلك لثلاث وأربعة أيام كل هذه التخطيطات الإسرائيلية كل هذه الرصائل الإسرائيلية أدت إلى تدفق توقف تدفق الغاز إلى قريتين وثلاث قرى هذا يشير إلى أن إيران كانت جاهزة إيران كانت مستعدة بالنظر إلى التطورات التي تجري ففي المرحلة القادمة ستكون هناك ردود إيرانية على هذه الرصائل الاستفزازية التي تأتي من جانب إسرائيل بسبب دعب إيران للمقامة بسبب استمرار سياسات إيران الإقليمية خاصة في دعم المقامة تزويد المقامة بكل ما تحتاجها لمواصلة سمودها أمام إسرائيل سياوش فالحبور مراسل الميادين كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك مشهدنا اليوم من غزة حيث بات اليمن وشعبه يحتل مكانة خاصة لدى الغزيين ولسيما الأطفال منهم طفل فلسطيني صنع طائرة ورقية رسم عليها علم اليمن كعربون شكر بسيط لليمنيين على ما يقدمونه من إسناد ودعم لغزة عبر اعتراض سفن الاحتلال أو تلك المتجهة إلى الموانئ المحتلة فكان نشيد اليمن بصوت طفولي فلسطيني أنا لو علي نفسي أهديكم شغلات كثير هذه طائرة ملتوا بعلم اليمن وبيدي أخلي علم اليمن يرفرف في أجواء قطاع غزة رددي أياتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللا من ضو عيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي فاصل ونواصل المشهدية من جديد أهلا بكم كثيرة هي الأسلحة التي استخدمها الاحتلال في عضوانه على غزة وأهلها وقد تكون الأوبئة هي الأسلحة غير المباشرة التي يحارب فيها الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع إما لقتلهم أو تهجيرهم بحثا عن العلاج أرقام صادمة لما خلفه الاحتلال من واقع صحي قد يمتد مدة طويلة إذا توقف العضوان الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من رمالة مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ أهلا وسهلا بك معنا نبال بداية دعينا نتحدث عن الأرقام هذا أنه دائما الأرقام صادمة فيما يتعلق بموضوع الأوبئة أو المجاعة لا نتحدث عن أعداد منطقية أخبرين بداية عن الأرقام وأخبرين عن أي أوبئة نتحدث سيما أنه في أوبئة نتيجة ما ترميه إسرائيل بقنابلة وقضائفها وغيرها وأيضا نتيجة تكدس الجسس وربما في أسباب أخرى يعني بحسب المعلومات على الأقل ربع سكان قطع غزة يعانون من مجاعة حقيقية أو يتدورون جوعاهم في أدنى مستويات انعدام الأمن الغذائي كل سكان قطع غزة بدون استثناء يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتحدث عن صعوبة في تأمين الطعام الماء الصالح للشرب وحتى الأدوية بالنسبة لجميع سكان قطع غزة الكثير منهم بالكاد يستطيع تأمين وجبة طعام واحدة وحتى إن توفرت فنتحدث عن وجبة في أغلب الأحيان مكونة من عنصر غذائي واحد حتى أسعار المواد الغذائية التي إن كانت قد توفرت بصعوبة بالغة نتحدث عن أسعار خيالية بعض الأصناف تضاعفت أسعارها عشر أضعاف منها عشرين ضعفا وربما بعض الأصناف أيضا ثلاثين ضعفا سواء سعر الطحين إن كان أصلا متوفرا أو حتى الخضار السكر كل شيء بدنا نتحدث عن أسعار خيالية نتيجة شح المواد والمسلزمات الأساسية في السوق أما بالنسبة للأمراض على الأقل سبعمائة ألف حالة تم رصدها بين صفوف النازحين ممن أصيبوا بأمراض معضية سواء الأمراض الصدرية الجلدية التنفسية حالات أيضا الإسهال بالإضافة إلى مرض التهاب الكبد الوبائي والذي تم رصد أيضا لللاف الحالات منه وذلك طبعا بطبيعة الحال نتحدث عن نزوح حوالي 90% من سكان قطع غزة باتوا اليوم نازحين هم مكدسين في مراكز الإيواء في أوضاع وظروف غير إنسانية على الإطلاق بعضهم يتواجد في الخيم وبعضهم الآخر أصلا لم يكن محظوظا لدرجة الحصول على الخيمة هم يتواجدون في العراء وفي الشوارع وعلى جوانب الطرقات جميعهم بدون استثناء هذا الاقتضاد بظروف غير صحية في ظل عدم وجود طعام وماء صالح للشرب عدم الإمكانية على المحافظة على النظافة بسبب عدم توفر المياه والاقتضاد بأعداد كبيرة سرع من وطيرة انتشار الأمراض والأوبئة فيما بينهم لا سيما مع نقص المناعة الناجم أيضا عن سوء التغذية صحيح وكلها أسباب يعني كثيرة تجعل أرقام صادمة حقيقة للمصابين بهذه الأوبئة هذه الأوبئة هي كلها مميتة بكل تأكيد يعني أولا موضوع نقص المناعة وسوء التغذية الحاد نتحدث عن سوء تغذية حاد بكل تأكيد هو يحدد حياة الأشخاص وتحديدا الأطفال منهم على الأقل مليون ومئتي طفل عدد سكان قطاع غزة يعيشون في ظروف صعبة للغاية نتحدث عن حرمانهم من الطعام الماء الصالح للشرب وحتى الدواء وهذا كله أيضا أدى إلى أصابتهم بالعديد من الأمراض حالات الإسهال الحاد أيضا التي يصاب بها الأطفال هي بكل تأكيد من الممكن أن تؤدي إلى فقدانهم للحياة في حال عدم الحصول على الرعاية الصحية لسيما وأننا نتحدث الآن عن انهيار المنظومة الصحية تقريبا مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة وبالتالي لا قدرة للمستشفيات على التعامل مع هذا العدد الكبير من المرضى والمصابين بالأوبئة في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية وأصلا كل المستشفيات التي لا زالت تعمل هي تعمل بشكل جزئي وبالكاد تستطيع إنقاذ حياة الجرحة والمصابين جراء القصف وبالتالي لا قدرة لديها أصلا على التعامل مع أعداد كبيرة أيضا من المرضى نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة وأصلا كان في حالات كثيرة من من يعانون أمراض مزمنة حتى قبل هذه الحرب طيب مما جاء أنه حتى لو توقفت هذه الحرب الآن هناك من سيدفع فتورة هذه الأوبئة بأي معنى يعني الوضع أو المشهد على الأرض هو مأساوي نتحدث عن انهيار للمنظومة الصحية الكثير من الجثامين على الأقل ثمانية ألاف جثمان لا يزالوا أيضا تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم حتى هذه اللحظة في ظل أيضا تدمير البنية التحتية بشكل يعني على الأقل سبعين بالمئة من البنية التحتية تم تدميرها كذلك الحال بالنسبة أيضا لبيوت المدنيين وبالتالي كل هذه الظروف يعني حتى لو انتهت الحرب فإنه سيكون هناك الكثير من الأوضاع المأساوية التي لا يمكن أصلا إصلاحها على أي حال في يوم وليلة نحن بحاجة للكثير من السنوات من أجل إصلاح ما يمكن فقط لأن انتهى وقتنا هذه الأوبئة يعني هي مميتة منذ لحظة الإصابة بها أم في وقت معين حتى يعني تصبح بمرحلة خطرة يعني حتى هذه اللحظة الأوبئة التي تم رصدها بين صفوف النازحين هي قد تؤدي إلى الوفاة في حال لم يتم تلقي الرعاية الصحية اللازمة نذكر أيضا بأن اضطرار النازحين لتناول الماء الغير صالح للشرب يؤدي أيضا إلى انتشار بعض الأمراض والأوبئة التي تنقل من خلال أيضا تناول المياه الملوث من بينها أيضا مرض الكوليرا أيضا والذي بكل تأكيد هو أحد الأمراض أدي نسبة الوفيات نيبال حتى الآن من جراء الأوبئة يعني ممن توفه من الأوبئة يعني لا معلومات حقيقة دقيقة أو تقديرية فيما يتعلق بمن توفه نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة ولكن نجدد القول بأنه بالفعل ألاف الفلسطينيين سيفقدون حياتهم جراء المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة إن لم يفقدوا حياتهم بسبب القسف المباشر جراء غارة الاحتلال في قطع غزة نيبال فرسخ المديرة مديرة الأعلام في الإلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك فلسطين حرة هتفات رددها مناصرون للقضية الفلسطينية في حفل موسيقي في مسرح باتا كلان الشهير في العاصمة باريس قبل أيام عندما تفاعل الجمهور مع أغنية تراثية فلسطينية حين أنشدت في خلال الحفل الهتفات التي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل أثارت ردود فعل فرنسية إعلامية حاولت الرابط بين الهتفات والهجمات السابقة التي استهدفت هذا المسرح قبل تسع سنوات في محاولة للتحريد على الحراك التضامني المؤيد لفلسطين ترجمة نانسي قنقر 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 في هذا المسرح في خلفية ما حدث في الباتاكلان هو أن بعض الأشخاص قرروا أن ينادوا الحرية للفلسطين وبالطبع أعضاء اليمين المتطرف حاولوا أن يقوموا بتاليب الناس على دعاة إلى هذا التضامن وأن يوصمهم بأنهم عنصريون والواقع هو أن اليمين الفلنسي يدعموا المشروع الصهيوني لأنه مشروع قائم على استيطان أشعب قائم على أفكار استعمارية ولكل هذه الأسباب نشهد على تضافر بين المصالح بين اليمين المتطرف الفرنكوفوني وإسرائيل التي تشن اليوم هذه الإبادة الجماعية منذ أكثر من أربعة أشهر في قطاع غزة هذه الأصوات المناصرة لفلسطين رغم ما جرى من ردود عليها هل تشيب أي تحولات في الدول الغربية صحيح على رهمي من القمع الذي تمارسه القوى الاستعمارية الغربية والإمبريالية بحق كل دعم فلسطين نشهد على موج عارب من دعم منذ أشهر ولكن كذلك منذ أكثر من عشر سنوات وهذا الدعم الشعبي يتسايد على مستوى أشعب الأوروبية نصرة لشعب الفلسطيني والمقاوماته في مواجهة المحاولة التي تنمو عن إبادة جماعية كما قد سابقا بدعم من الدول الغربية تحديدا فرنسا التي دعمه اليوم الاحتلال الإسرائيلي لأن إسرائيل تشكل المدافع الأساسي عن المصالح الإمبريالية في هذه المنطقة من العالم لذلك من جهة نرى أن فرنسا توفر دعم خير مشروط لليمين المتطرف السهيوني ولكل من يحاول أن يجري ما دعم فلسطين لكن بالطبع هذا لن يؤدي إلى وضع حد للحركة المناوئة للسهيونية التي لا تنفك تتنمى في فرنسا وتدعو إلى تحرير فلسطين من البحر الأحمر إلى نهر الأردن وتحرير فلسطينيين منذ النكبة طيب صحيح هذا على الصعيد الشعبي لكن ماذا على الصعيد السياسي والخريطة السياسية في الدول الأوروبية وربما دعنا نتحدث هنا تحديدا عن فرنسا هل هي فرصة ربما تكون أمام اليمين المتطرف لاستغلاله في الخارطة السياسية ويحقق ما يريد أن يحققوا تحديدا في موضوع الانتخابات أم العكس نشهد في فرنسا على تزايد كل محاولات قمعي الأصوات الدعمة للفلسطين تحديدا منذ 7 من أكتوب التشيني الأول وهذا واضح لأن 7 من أكتوب التشيني الأول قد أظهر هشاشة النظام الصهيوني بالتالي القوى الاستعمارية والإمبريالية الغربية توفر الدعم السياسي والعسكري والمالي للمحاولات التي تحصل في غزة لتنفيذ إبادة جماعية ولإيجاد كذلك منظومة قامع الأصوات الدعمة للفلسطين في فرنسا شخصيات عدة تزج في السجن لأنها تجرأت على التعبير عن دعمها للمقاومة الفلسطينية منظمات ناقبية سياسية جمعيات مختلفة تلاحق لأنها قررت أن تناوئ الإرهاب في ألمانيا منظمات كثيرة قد حضرتها السلطات وفي بلجيكا كذلك نرى حملات ضغط منظمة بحق الفلسطينيين المغتربين وكل من يدعمهم ولكن على الرغم من كل محاولات الترهيب والتهويل هذه لا ينفك الدعم بشأن الفلسطينيين يتزايد في أوروبا على المستويات كافة وهذا يشكل ضربة قوية بحق التحالف القائم دعما للإمبريالية الغربية والإسرائيل والتحديد من خلال مقطعات الشركات الأوروبية المتواطئة في الإبادة الجمعية الحاصلة في غزة كما والحال بالنسبة إلى شركة كارفور المعروفة صحيح وربما لأنه هذا الدعم لغزة أصبح يوجع الاحتلال كيف تعمل إسرائيل مع أي أطراف داخل الفرنسي لقمع هذه الأصوات على أي مستويات هي فقط قمع في الشارع والصوت أم هناك ما هو أخطر من ذلك منذ تأسيس دولة الصهيونية في الواقع ولا شك في أن هذه الدولة الصهيونية قد اتحدت من فرنسا حليفا أساسيا لها ونرى أن فرنسا تدفع عن مصالح الإمبريالية الغربية في هذه المنطقة وفرنسا تشكل أدراع الممتد للإمبريالية الغربية لذلك نرى اليوم أن فرنسا تقوم بتعبير عن دعم لا شائب فيه للدعم أو للمشروع الصهيوني في المقابل هذا التحالف الإستراتيجي يتشلك كذلك من خلال إبقاء الشخصية النضالية اللبنانية شورج عبدالله منذ سنوات طويلة وهذا ما يؤدي إلى تنديد شعبي عالم لأن في فرنسا كما هو الحال في مختلف البلدان الأوروبية الشعوب ترفض أن تكون شماعة تستخدم دعما لهذا المشروع الصهيوني والإحتلاء المشروع للأراضي الفلسطينية لذلك تقدم سؤالياتنا هنا في فرنسا بأن نقوم بتعظيم حملة الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته اليوم الفرنسيين من أصول عربية أو إسلامية في فرنسا هم كثر كيف يمكن أن يؤثر بكل المشهد أو يغير بكل المشهد لصالح القضية الفلسطينية في الواقع نرى أن المجتمع العربي والمسلم في فرنسا يتمتع بمسؤوليات أساسية على مستوى تعبئة الدعم ونصرة للأشقاء وشقيقات في غزة بعد أسابيع قليلة نقترب من بداية شهر رمضان المبارك وبالنسبة إلينا هذه الفترة تشكل فترة مفصلية تأهمية كبرى لأن منتجات صهيونية كثيرة تباع في المتاج الكبرى الفرنسية في هذه المرحلة وتحديدا تلك التي تزرع في الأراضي الفلسطينية المنهوبة والمسرقة لذلك في هذه المرحلة ندعو المسلمين والمسلمات في فرنسا لتعزيز مساعي المقاطعة في الأسواق الكافة وبالذلك نعبر عن دعمنا الكبير لمقاومات الشعب الفلسطيني ومن جهة أخرى ندعو كذلك الناس عموما في فرنسا للالتحاق بركبي هذه المقاطعة من خلال مظاهرات ومن خلال تجمعات مختلفة وبهدف قطع هذا الدعم غير المشروط من فرنسا لإسرائيل وتنديد كذلك بسياسات القمعية وتميزية لفرنسا بحق كل متضامن سيد توم هنا لابد أن نوضح أنه ليس فقط الجاليات العربية أو الإسلامية حتى لو كانوا من أصول عربية هم فرنسيين من أصول عربية أو إسلامية هم ليسوا فقط من يدعمون القضية حتى في من المجتمع الفرنسي نفسه هم أيضا داعمين لهذه القضية أخبرنا عن أهميتهم أهمية وجودهم عن عددهم ونسبتهم في أيضا دعم هذا التحرك ودعم هذا الصمود سيمون أيضا على المستوى كان القضاء كان في محامين وقضاة فرنسيين كان لهم تحركات في هذا السياق صحيح القضية الفلسطينية هي قضية مناهضة الإمبريالية والعنصرية على مستوى العالمي لذلك مجمل جهات المجتمع المدني في أوروبا تعبر عن دعمها لفلسطين وقد شهدنا في الواقع على تعبئة حاشدة غير مسبوقة في شوارف فرنسا في مختلف أنحاء أوروبا وفي مدن أوروبية متعددة حيث رأينا أشخاص من مهن مختلفة أشخاص يعملون في قطاع التربية تعليم الصحة محامين كما ذكرتم وشخصيات مختلفة فنانين إلى آخر لأن كل هذه الفئات تعي تماما أن الرهان الأساسي في هذه الإبادة الجمعية التي تحصل حيلا في غزة هو رهان على عدم وجود رد فعلا بحق هذا المسعى الفاشي الشديد وأن هذه الإبادة الجمعية تحصل كذلك بتواطئ الحكومات الغربية الأوروبية وغيرها لذلك نحن نتحمل مسؤولية استثنائية تتمثل دعم المؤسس الفلسطينيين بهدف تأكيد على هذا الحشد الشعبي دعم الفلسطين واليوم تقضي مسؤولياتنا بتنمية هذه المشارع على مر الأشهر والأسبوع المقبلة بهدف الحرص على وضي حد نهائي لهذا العجوان العسكري الحاصل ومواصلة كذلك عمليات المقاطعة إلى أن تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر وهي بالنسبة إلينا البديل المتاح الوحيد لشعوب المنطقة في هذا السياق سيد توم مارتن كونك الناطق الرسمي باسم منظمة فرنس فلسطين أخبرنا عن خطواتكم المقبلة وما تقومون به وستقومون به نحن بالنسبة إلينا معنيون بما يحدث وكذلك جميعات ومنظمات عدة في حالة من التعبئات المطلقة منذ أربعة أشهر دعم القضيات الفلسطينية ولذلك خلال الأيام والأسابيع المقبلة منظمات كثيرة ستواضب على هذا المسع في نهاية هذا الأسبوع مثلا في باريس وفي مدن مختلفة في نانت في مارسيليا سنشهد على تجمهر ومظاهرات من عدة دعم للشعب الفلسطيني وفي الأسابيع القليلة المقبلة سنشهد على مظاهرات في مدن كثيرة تنضم إلى هذا الركب وندعو الناس في هذه الأثناء إلى أن يستثمر وقتهم وشهدهم بطريقة متساعدة تحديدا فيما يتعلق بحملة مقاطعة متاجر كارفور حاليا كارفور هي شركة فرنسية لكنها يبدو أنها ضالعة بشكل أساسي في عملية الإبادة الجمعية لأنها أرسلت بمساعدات غذائية مواشهة إلى الجنود منذ بداية هذه الحملة وهي كثالك ضالعة في الأنشطة المختلفة في الضفة الغربية منذ عام 2022 لذلك نندد ونفتح كل من يشارك في الإبادة الجمعية لشعب الفلسطيني لذلك لابد لكل المعنين في فرنسا أن يتعبأ لمقاطعة هذه الشركة المتعددة للجنسيات والكشف عن مسؤوليتها في الجرائم الحاصلة توم مارتن الناطق الرسمي باسم منظمة فرنس فلسطين كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك مشاهدين بهذا تكون اكتملات المشهدية لهذه الليلة نلتقي غدا بنفس التوقيت شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة